بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في سؤال جالي عن موضوع الحسد إيه هو الحسد؟ الحسد هو أن الحاسد يتمنى زوال النعمة المحسود فيها ويتمنى لو أنها كانت تيجي عليه هو يعني كان هو يأخذ النعمة دي بدل من المحسود والحقيقة الحسد ده خطيئة وحش خالص لأنه ضد المحبة يقول المحبة لا تفرح بالإسم بل تفرح بالحق والحكيم في الأمثال يقول لا تفرح بسقطة عدوك ولا يبتاج قلبك إذا عثر لكن هل الحسد ده بيدر؟ ده السؤال هنا أقول بقى أن الحسد اللي هو يعني ضربة العين يعني واحد يخبط واحد عين إذا كنت بتقصد الحسد اللي هو ضربة العين يعني حتى منطقيا كده يعني إزاي هيأثر؟ يعني هل في قوة خفية هتطلع من العين تخبط في الشخص المحسود؟ يعني هو مش منطقي قوي يعني لأن الحسد يضر المحسود لكن الحقيقة ممكن المؤامرات أو التجارب هي للضر يعني إخوة يوسف مثلا لما حسدوا ابتدوا يدبروله وبعدين قالوا نقتلوا وبعدين رجعوا قالوا طب نبيعوا للإسماعليين وبعوه فالمؤامرات هي اللي ممكن تضر ولكن ليس الحسد كخبط تعين يعني وبعدين فيه نوع من الحسد حتى الكنيسة بتصلي من أجله اللي هو حسد الشياطين يعني في صلاة الشكر نقول مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين الحاجات دي تكلها الحسد بيجي فيها قدامناها يعني فهنا بقى الشيطان هل الشيطان بيحسدنا؟ طبعا الشيطان بيحسد الناس الأبرار لما يشوف إنسان في نعمة أو سالك في بر أو خداسة أو عفة أو طهارة أو كده يبتدي يحسده يعني يحسد البشر عمتا على رضا ربنا عليهم أو أي نعمة هم فيها أو أي بركة بيتمتع بيها يمكن أنه يحسدهم ويعمل على ممكن بعد ما يحسدهم بقى يبتدي يدبر لهم أنهم يسقطوا في أخطاء أو في ضعفات وعشان كده كل ما الإنسان يعيش في طريق الفضيلة أو في طريق الأمانة أو الصدق مع ربنا ممكن الشيطان يبتدي يجربه وممكن يحب إن هو يحرمه من هذه النعمة طيب إيه الفرق بقى بين الحسد وبين الغيرة بولس الرسولي والحسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين يعني إيه يعني واحد يشوف حد تاني بيعمل حاجة كويسة أم إيه يغير يعني إيه يغير يعني يتمنى إنه هو كمان يعمل نفس الحاجة ديت شوف بقى الحسد بقى إنه هو يتمنى إن المحسود ده ما يعملش الحاجة الكويسة يخيب لكن الغيرة إنه هو يحب إنه هو كمان يعني شوف يبعد بيصلي أنا أحبه كمان أنا أصلي واحد حفظ الأرحان طب أنا كمان عايز أحفظ الأرحان واحد خدم في الكنيسة وبيب وأنا برضو عايز أخدم أنا كمان وعايز أبقى كويس وهكذا حسنة هي الغيرة في الحسنة لكن عمتا يعني خطية الحسد بمعنى إنه هي واحد يخبط التاني عين يعني ليس لها وجود في إيماننا المسيحي أخيرا بقى بقى أشير لآية قالها برضو في سفر الأمثال الحكيم قال لا تحسد أهل الشر ولا تجتهي أن تكون معهم يعني لما تشوف ناس سلكة في استهتار أو في تحرر يعني ما تغيرش منهم ما تحبش تعمل زيهم يعني ما تشتهيش أنك أنت تبقى واحد منهم يبرك ربنا في حياتكم إلا لابد أمي